ده عايزة ايه ديه؟ هده منظر قعدة ولا؟ ايه هي اللي بتعمله ده؟ الله العظيم الواحد مش عايز يتكلم بس عشان فاطر اخويه ايه ايه يا احمد مالك؟ طلع عملت تكلم نفسك كده وتبربين كده بتقول ايه في ايه؟ جاي من الشغل لقيت الستهان المرات اخويه قعدة تحت ولما لي الستات حواليها وقعدين على على الصف التحت في الشارع اولا مش منظر قعدة ثانية دخلت كده قلت ايه مامشي بشوش كده مشوش بتتكلم فيها ما قلتش بالها ان انا داخل جنبها منكتر ما هي نزلة راغي 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 وكلام لقيتها بتتكلم وتقول جايب لنا النهاردة شبار شبار شكله وحش وشكله رخيص ومعدش بيعرف يجيب حاجة في البيت وكل ما جايبه هام ونزلة شكوى 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 من اخوية وعملة تقلل منه في وسط الستات اللي عادين تحت مع اني والله العظيم كلمتها كلمتها يا احمد في الموضوع ده قبل كده قلتلها يا بنت ما عادش يجيب السرط جزك في الشرع وانت قاعدة مع الستات اتكلم عن حاجة تخصك انت وبس ماينفعش هيوصل لكل الكلام ده في يوم من الايام يا بنت ومش هيبقى عليكي ايه القرف ده هو في امل ما هيبتعكل وتشرب زي بقية الناس هم يعني اللي حواليها احسن منها ولا حاجة ده هي احسن منهم مليون مر ده اخوية جايب الخير كله في بيته هي ايه لها بتطلع تقوله في وسط الناس ده وتعمله في وسط الناس ده هوا ينفع الاسلوب ولا.. القرف اللي هيفيه ده احد اتقالها هي اعداف وسط الشارع والابساء الجلبية من بتوع البيت ولا اللي جاي بنغيت ايه ده ايه؟ ايه المنظر ده انا بالله ما عايز اقولي الاخوي عشان ما اكبرش الموضوع وفي الاخير يعمل مشكلة واطلع في الاخر ان سبب انا اللي وحش لقصة انا فاهم الكلام ده كله هيتلمي في الاخر في الاخر انا هطلع وحش وانا كنت عايز اخر بالبيت لا 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 ما تقولوش حاجة هم حرين مع بعض احنا مال نحن مما تكبرش الموضوع في الاخر فعلا انت هتطلع غلطان في الاخر بس انا متضايق متضايق من تصرفاتها وافعالها وكلامها اللي عمات تتكلم بيه ده وعمالة تقلل منه بطريقة يعني بشعة يعني وكل واحدة من جرانها دي هتطلع تحكي الجوزة وكل واحدة تحكي الجارتها وفي الاخر هو اللي شكلها بقى وحش في الشارع هي حبيبي بقى عوايد يعني على حسن ما هي متعودة في بيت اهلها بتعمل كده برضو لان في الاساسة تطلعت لها امامتها برضو كان بتعمل كده بس المفروض على فكرة اخويا كن عنده علم باللي بيحصل ده لانه استحالة يقبل تنزل بمنظر الارف اللي هي لبسادة هدوم البيت وتنزل بيه في الشارع وتقعد كده عادة في وسط الشارع كده والراجل اللي راحه اللي جاي عودة فرج عليهم هم قاعدين ده مش منظر بصراحة يعني ايه الارف ده وبعاني بتقلل مننا كلنا مش بتقلل من اخويا بس هتلاقاها هي على فكرة طب انا داخل القضاء بتاعتي ولو صاريتك علي قول لها نايم عشان نشوف كده هتقول معاك ايه طيب حاضر اهلا تعتعايا هند تعتفضالي ازاك يا اسمي عاملة ايه الحمد لله يا حبيبت تفضالي عودة تفضالي هو جزك هنا اه موجود بس دخل ينام بقى اه بيجي بدر من الشغل يقعد معاكم مش يخصر علي يا جوزي سايبنا كده هو ولا بيسأل ولا بيعمل اي حال لانه يجي بالليل على النوم بالزبط يأكل وينام معلش يا حبيبت ما هو طبيعة شغله كده كل واحد الحسب طبيعة شغل جوزي عشانه موظف وبينزل الصبح الوظيفة وبعد كده يرجع ينزل تاني على فكرة بالليل يعني يشوف الشغل التاني بتاع العربية يعني مش قاعد في البيته لليوم ولا حاجة اه بس بيجيب يعني حاجات فيه وهو داخل ساعة ببقى وقفة بنشر البلكونة ولا يدخل ما شاء الله شايل كياسك يا سوا جايب اللي ما كل رجالة يا حبيبتي بتشتري وانت اكيد جوزك برده بيجيب امان يعني بتطبخ منين والاكل بتاعكم بتاع طول الأسبوع طول الشهر والسنين الفاتر دي كانت منين يعني ما كد يعني بركة في جوزك برده لا لا انت ما تعرفش حاج تصدقي بالله النهاردة جايب لي شبار بعمله كده بنظفه لقيت بطنه زبال لاحس اي كلام في اي كلام بيروح يدور الحاجة الرخصة ويسترخص معلش كل واحد برده بيجيب على القادر الفلوس اللي بجيبه اكيد يعني لو كان معاه فلوسه اكتر كان زيونه اشتريك حاجة يعني احسن سكوتي سكوتي انت ما تعرفش حاجة يا اخت سكوتي ده اعرفني ده بيطلع الجنيب العافية ما كنت لسه عادة تحت مع الستات تحت وبقول لهم بقول لهم والله على المشاكل والقرف اللي انا بقيت عايشة فيها لالوانهار في البيت بسبب جوزي ده وبخله ونوتنه ده ده بيبهونش علي يصرف والله ما بيهون علي يصرف لا 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 ما اقولك بقى معلش يعني انت لو كنت تفتكر السنة اللي فاتت يوم منزلتي له ولتني شفت الغويشة الده جايب لغويشة عشانك يا ربنا كربه واخد مكافأة في الشغل بتاعه ويوم فكرا هو يشتري اشتري الغويشة حلوة ولا انت انسيتي ولا قبل كده لما جيتلي قبل كده برضو من قتعة 4 شهور وقلتلي شفت العباية ده جوزي جابهالي لما كان برضو واخد مكافأة وزيادة بان في المرتب وراح جابلك عباية حلوة كده بتاعت البيت ولا انت انسيتي اه ده ياختي كان زمان لكن دلوقتي بقى حاجة تانية تبدل ياختي خالص ماما انا بقى بقى بشتكي من قليل بس يا حيبتي ما انفعش كده ما انفعش يعني تنزلي بهدوم البيت وتعودي في الشرع تحت وتجيبه في سيرة جوزك وتتريقة عليه وتقل منه في وسط الستات ما هو اللي بيتطريني عامل كده هو يعني كان كويس معي وانا قلت ان هو وحش هو اللي هو وحش هو اللي هو وحش ويجيب لي اوحش حاجة وقال لي حاجة وحاجات مش كويسة كده في البيت ده جل الخنقات اللي بيقعد يعملها ويقعد تلكك على كل حاجة قال قال لي ايه دي مش نظيفة ايه سير ما روقتهوش ايه ده ما عملتهوش ايه ايه وهو انا هفضل استحمي كده لحد قامت ما هو المضطريني يا حبيبتي يا حبيبتي دي قصار بيوت ما انفعش تطلع بره سواء انت كلت ايه ولا شربت ايه ولا اشتريت ايه ولا بينكم مشاكل ولا مش بينكم مشاكل ما انفعش تعودي كده على تحت يعني في الشارع يعني قصدي وتعودي يعني انت تكلمة بالطريقة دي على جوزك وانت حتى ما بتيجي تحكي لها ده قولك لا يا ست ما تقوليش على مشاكلك ايه دي حاجة خاصة بك وببيتك ماهيش حاجة على الملأ يعني تعودي تحكيها كده وتتباهي بيها وتقلي من جوزك في قصة الناس اه من غلبي ايه ايه بيش بحكي من غلبي ومن العرف اللي انا شايفاه ايه يعني احتي ولا فاتفض مع مين اه فاتفض مع حد غريب يعني ما انتو كلكوا اهلي واخواتي وكل اللي في الشارع دور انا عرفاهم اه من العرف اللي انت شايفاه ايه دي اه اه استاذ احمد انت صحيت اه صحيت وأنا عارف انام من ساعة ما جيت من تحت وانت عمالي عدالي في الشارع بهدوم البيت وانت عمالت جيبه في سير جوزك وتقل منه وتقل مننا كلنا وانت عادة في الشارع اوه والله ما خدت بالي منك ولا شفتك هههههه فين ازاي وتاخذ بالك من ازاي وانت كل اللي مركزة فيه انك تتسممي بدل الناس اللي حواليك بقى عرف مشاكلك وبحكتك وبحياتك وبحوالكو في البيت وقالتو ايه وشربتو ايه وتقلي منه اخر حاجة اه اه ده اه ده مع اصحابي وبتكلم يعني ايه ايه المشكلة هو وانا عملت حاجة ولا جبت سيرتك يا استاذ زا يا استاذ احمد في حاجة هو انت ما تجيب سيرت اخويا وتقلي منه بقى انت قليتي منه انا كمان هو في ايه انت بتفكر ازاي هو انت يعني مش رفوت تعيش على الحلوة والمرة ايام بيبقى معاه فلوس ايام تاني ببقاش معاه فلوس ولا انت عايزة تعيش على الحلوة وبس وخلاص لا لا ما قلتش منه ولا حاجة انت بتكلم في ايه ده انا بحكي بس شوية مشكل كده وانا عادة في وسط الستان مهما كل واحدة بتحكي اه كل واحدة بتطلع عصار بيتها بره كل واحدة عملت عفي ده وتعفي ده كمانا وكانت هي اللي ملك وجميلة وعملة كل اللي عليها وزيادة سدها يا بالله انت بعد ما هتطلعها هيكي اهوزة ما طلعت دلوقتي هتلاقهم الوقت جايبين في سيرتك وعملين يتكلموا عليك او الله والطريقة عليك وعلى اسلوبك وكلامك وكلموا في حق جوزك عشان انت قلتي منه وصغرتيه في وسط الشارع بسبب كلامك اللي ما اشتراش وما جابش وما حطش او مال بتاكل وتشرب منه من اللي بيجيبلك الاكل والشرب اللي في باتك من اللي بيلبس عيالك ويدهم فلوس عشان يروحوا الدروس من اللي بيديك فلوس عشان تجيبه دهم وتعودي بقى في البيت ولا تخرجي به هوافقة ايه يا حبيبتي يا حبيبتي انا قلتلك قبل كده وبالراح فاهمت الكزا مرة انت ما انفعش تجيب سيرت جوزك وانت قاعدة في وسط الستات عايزت تكلمة كلمة على حاجة خاصة بك انت وبس بلاش تجيب سيرت جوزك ولا سيرت عيالك الناس مش كويسة والناس كلها يعلم الصفية زي ما انت شايفاهم كده كله كله بيتكلم على بعضه وكله بيجيب سيرت بعضه ما ينفعش كده اه انتو برضو معاكم حق والله ولكو وجهة نظر برضو تحترم اه انا ممكن ما كنتش يعني واخده بالي منه او ممكن يعني تقريبا يعني بشوفهم قعدين تحت وبيتكلمهم فقلت انزل وعد معهم يعني وضيع وقت واكلم زيهم مش قصد يعني بالزبط يعني انا قلي من جوزي ولا حاجة يعني بس انا بحكي يعني ان احنا تخنينا النهاردة كاننا ايه النهاردة الاكل ما عجبنيش ممكنش قصد يعني انا قلي من جوزي والله ولا حاجة غلط غلط التفكير ده غلط نبتضيعه وقته وتجيب سيرت بيتك وتحكي على خصوصياتك واسرارك غلط اكبر غلط بتعمله الستات وده حال كتير من الستات اللي في وسط بقى زميلها في الشغل ولا في وسط بقى زجرانها وحبايبها ويعودوا بقى ويتلمم وكل واحدة بقى تحكي بقى جابت ايه واشترت ايه وتنسى نفسها واللي تخنقت مع جوزها واللي قالت له جوزها واللي جوزها قال لها وتحكي كل اثار بيتها خلي بالك كل اللي قاعدين عاملين نفسهم بيحبوك لكن ساعة اللزوم هيقلد قالت وعادت وجابت وحطت وخلي بالك فيه انواع كتير قوي من الستات ومنهم نوع بيحب ينتهز الفرصة وان بينكم مشاكل وتدخل وتتقرب لجوزك ونوع تاني بتحسدك انت تديها ظهرك من هنا وتقعد مع جارتك برضو اللي قاعدة معاكم ولا زملتك ويشوفي ياختي جابت ايه وحطت ايه وجايب لها ايه وعمل لها ايه وتحسدك والله العظيم في انواع كتير اقوي من الستات اللي تطلع سرك برا اللي تحسدك على حاجة جوزك جايبهالك اللي تبقى بصة في حياتك ومستقطرة عليك النعمة اللي انت فيها اللي تتقرب لجوزك بسبب المشاكل اللي انت عملت يحكيها وان انتوا دايما متخنقين فتدخل بقى بالصنعة لطافة ان هي الحلوة الجميلة اللي عايزة تعرف المشاكل اللي بينك وتحلها كل ده اسرار بيوت ما ينفعش تطلع برا خلي اسرار البيوت جوه البيت مقفولة ما ينفعش وانت قاعدة في قاعدة حلوة مع زميلك ولا جرانك تعود تحكي عليها احكي على حاجة تخصك انت وبس حاجة مثلا في هدوم مش اكتر من كده اسرار البيوت ما تطلعش برا يا ستات ويا ريت بقى ما تنسوش تصلوا عنابي في كومنت وتقولولي الست اللي قدامكو دي مرات اخوي غلطانة ولا مش غلطانة